بدأ قسم من سكان أحياء حلب الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة بالعودة تدريجيا إلى منازلهم السبت وأعادت المدارس فتح أبوابها غداة الإعلان عن تمديد الهدنة في المدينة لمدة 72 ساعة إضافية وقتل أكثر من 300 مدني خلال أسبوعين من المعارق الطاحنة بين قوات النظام والمعارضة في حلب المقصومة فيما أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية مقتل 13 مستشاراً من الحرس الثوري الإيراني في هذه المنطقة كانت هذه الحارة كثير عقل القصف لهك أهلنا خافوا علينا وما بعثونا عن المدرسة وهذا الحمد لله وقف القصف ونحن هلا عم نروع على المدرسة توقف الدوام لمدة أسبوعين 15 تقريباً طبعاً صار في تقصير في المنهج نحن رح نتابع المنهج ونكسف الأعطاء بحيث نعطي الدرسين في كل حصة وفي مقابل الهدوء في مدينة حلب والذي لم يخرقه إلا سقوط قضائف على أطراف الأحياء الغربية وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان تستمر المعارك في محافظة حلب ومحافظات دير الزور ودمشق وحمص ودرعة بين قوات النظام والفصائل المعارضة وبين القوات السورية والجهاديين وحتى بين الفصائل المعارضة والجهاديين